بسم الله الرحمن الرحيم نكمل التكلمة على MATLAB شوفنا قبل كده كيف نعملها وشوفنا بشريت فيكتورز شوفنا برضو كيف نرسم احنا في الاول كذا فيديو بنعدي على الحاجات مختلفة في MATLAB عشان نشوف الامكانات بتاعته لكن احنا بالتفصيل نتكلم على ال Data Types ونخش على ال Programming بقى أشكال مختلفة في الفيديوهات اللي بعد كده فعنت لو في حاجة فاتتك دوقتي ما تقلقش ال commands اللي بنكتبها في حاجة ظريفة بتتعامل لان انت ممكن لو عايز تكتب function وبعدين نسيت تكتب ازايت ودائز tab بتديك list of functions اللي بتبدأ بنافس الحرف او نفس الحروف او برضو وانت بتكتب sign بتفتح كوس واو ما فتحت الكوس قداني ممكن help على ال function دي بالذات فلو دست more help هاجيلي help بالتفصيل على sign وإيه ال argument بتاعته ال argument اللي هو ال input لها وهي بتتعسب ازاي definition وهكذا يعني وشكلها فالhelp ده بيبع ساعات ظريف لو انت بحتاجه طيب خلينا نحل linear equations مع بعض دخلوا ان انا عندي معادلتين مع بعض يعني او مثلا x plus 2 y بتساوي 4 وفي معادلة تانية 2x plus minus y بتساوي 3 فانعايز اجيب x و y مع بعض طبعا دول سهل وممكن تعملها بها ديك بس خلينا نعملها بمتلك واحدة من الطرق ان انت بتعمل matrix بتسميها ايه بيبع فيها ال ماتريكس اقول انها اثنين في اثنين فيها صفين الصف الاولاني اول رقم في واحد وتاني رقم اثنين بعدين خش على الصف التاني اعمل سمي كولن اثنين ماينس واحد يبعنا كده خلصت الماتريكس اللي عايز اشوف شكلاقي ماينس واحد ماينس واحد عايز تشوف شكلاقي مش هيحط اسمي كولر فاداني ماتريكس عبارة عن عن اثنين في اثنين وقام القيم اللي هو هعمل ماتريكس تاني اسمها بي اللي هي فيها الحل اللي هما دول حل المعدتين بي بتساوي اربعة وتلاتة هي عبارة عن ماتريكس ااااا كولن واثنين روز ففعلا انت لها وان كولن واثنين روز وبينوال اكس بتساوي ايه وبعدين ال backslash B ايه على B بس backslash فده هيحل هيعمل inverse ويحلها ويديني كنت ال x الحالي في ال x اللي هي الاولان هي بالاثنين والتانية x2 او y بواحد فلو عايز اتأكد خليني طيب احط المعد لأقول هقول هقول ان مثلا هسمي اول رقم هنا في العمود هسميه xx هقول ده بتساوي x of 1 بده الحال الاولاني اللي هو باتنين وبعدين هقول xy بتساوي x of 2 اللي هو واحد وبعدين هشوف بقى المعدة اللي هي xx plus معده دي plus 2 في xy دي مفروض تطلع 4 او فعلا 3 4 خليني نشوف التانية 2 في xx minus xy دي مفروض تطلع 3 مزبوط العدات يو فعلا كده حل المعدلتين باستخدام الماتريسيز وده برضه هنشوفه بعد كتاب التفصيل ان شاء الله وممكن حلالها كمان بال simbolic اللي موجودة في MATLAB اللي نعملها مع بعض او xy الحل هتساوي solve حل المعدلتين دول او x x plus 2y 2 في y بتساوي 4 او معدلة والتانية 2 في x x minus y بتساوي 3 او معدلة التانية فحل المعدلتين دول مع بعض فهو فعلا حلهم نيوماريكل وقال لي x بتساوي 2 و y بتساوي 1 هو حلهم حقيقة symbolical واخد بالك ان انت هنا عندي variable اسمه x مختلف مش محطوط هنا حاجة صفرة محطوط مكعب مكعب تابي بعيني انه ده symbolic variable عايز تحوله الى رقم تستخدمه بعد كده فبتعمل ايه بتستخد مع حاجة اسمها double بتقول ال x بساوي double x تشوفه تحولت الى variable عادي وكمت بقى اثنين ونفس الكلام بالنسبة ال y ممكن اعمل conversion احول من symbolic variable الى double او real variable برقم بحسنة نستخدمه كرقم بعد كده احنا كل ده منشوف ما تلاب امكانياته متلاب تظريف انه هو عنده كمان طرق كتيرة جدا تتعلمه لو انت كتبت الدمو هاديك demonstration مختلفة جدا زي tutorial تدار تمشي عليها الواحدة وتتعلم حاجة كدير على متلاب فلما انا كتبت دمو اداني المتلاب ديموز الموجودة في getting started كلام مختلف فيديوهات زي الفيديوهات اللي انا بعملها دي بس بالانجليزي والفيديوهات دي على احاجات مختلفة وفي حاجات كتامي عنده فيديوهات وهنا تلاقي شارح يعني كي صفحه شارع فيها زي تعمل فدي ديمه وغير كده الهلب نفسه قوي جدا يعني انت روحت على هلب نفس الصفحه تعريبا تقدر تعمل السورش على اي حاجه انت محتاجها وهو بعمل لك سورش فانا عايز مثلا ايجن فاليوز بعملي سورش على ايجن فاليوز حاجات بقى مختلفة جدا وتقدر تتعلم بنفسك كل تفاصيل ما تلعبه وهي دي الحقيقة الميزة يعني احنا في الفيديوهات دي مش هنقدر نخش طبعا في كل حاجة وانت اساسا ممكن ما تحتاجش الفيديوهات دي يعني انت ممكن من نفسك الحاجة اللي عايزت تعملها تروح على الهلب وتدور احنا بس ننديك دفعة او مقدمة بس نقدر تكمل تتعلم لوحدك يعني تقدر تعمل بها حاجات زريفة في رسم معروفة كدا اسمها مكسيكين هات هليني اقوليكم ازاي تعملها يعني طبعا يمكن انتم مش يعملين كل حاجة انا بكتبها لكن هي مش مشكلة يعني كل ده يمكن هتاك تتعلمه بتدوش على تروح الهلب او يمكن في الفيديوهات بعد كده هيبق عليها تفاصيل انما انا بس باوريكو الامكانيات فانا عملت اكس و واي دول 33 في 33 مش جريد بعدين اعمل حمالية حسابيه صغيرة و واي سكورد لكل المنت في المثبسي و ازود ابسلون فادي ار وبعدين اعمل زد بتساوي ساين ار على ار واعمل مش زد مش زد اه فطلعت ايه انا كنت تكتبها غلط الاول فطلعت ايه حاجة عاملة زي البورنيتو المكسيكي اه ممكن برض اعمل دوكينج اه للرسمة بحيث انها تبقى قدامي في الديسك اه ديسك توب عشان اقدر اه اغير واشوف خليني اعمل حاجة اعملها بدل اممش اعملها بالسيرف السيرف خلتها من غير اه فراغات في النص بين واحد ممكن اشيل الجريد حتى سيرف زد اه شايدنج فلات شكل زي اه فانا كده خلصنا عايزين نخش بعد كده بقى في الفيديوهات اللي بعد كده بشوية تفصيل في حاجة حاجة هنبدأ نتعلم احنا اول ثلاث فيديوهات دول كان تشوف ما تلاب امكانياته ايه وبعد كده انشاء الله هنخشوا بالتفصيل شكراً شكراً